أهلاً وسهلاً بحضراتكم النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الإلكترولايتس اللي موجودة في جسمنا وهو البوتاسيوم النهاردة هنتكلم على الهايبوكاليميا وهو نقص البوتاسيوم طبعاً الهايبوكاليميا من أكتر الكونديشنز اللي احنا بنشوفها في شغلنا النهاردة المحاضرة بتهم جداً دكاترة النيفرالوجي تهم دكاترة الانترنال مادسان تهم دكاترة الكريتكال كير دكاترة التقدير وطبعاً الـ undergraduate students أو الطلب فمحاضرة مهمة لأنها بمقابل كتير الهايبوكاليميا فان شاء الله نشرحها بالتفصيل دي الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم بأول حاجة بالفيسيولوجي طبعاً احنا عارفين ان البوتاسيوم مين اللي بيبقى ريجيليتد في الكيدني وبيحصل له ري أبزوربشن كالعادة احنا عارفين انه بيحصل بيحصل فيه البروكزيوم الكونفوليوتي تبيول وبتبقى مسؤولة عن around 65-70% من الري أبزوربشن في جزء في thick ascending loop في جزء في distal convoluted tibule وفي جزء في collecting duct وده هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي في thick ascending limb ايه اللي بيحصل 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 بوتاسيوم ري أبزوربشن مين لي عن طريق السوديوم بوتاسيوم كولورايد كو ترانسبورتر الشهير وده اللي بيبقى مسؤول انه بيرجع السوديوم والبوتاسيوم وده اللي اللوب ديراتيكس بتشتغل عليه ولما بيكون فيه بعض المشاكل زي الجناتك كوزة زي ما بيحصل فيه البرتر بيحصل فيه مشكلة فمين اللي بيحصل بوتاسيوم ري أبزوربشن عن طريق السوديوم بوتاسيوم كولورايد كو ترانسبورتر طيب في الcollecting duct ايه اللي بيحصل الcollecting duct ممكن المعظم عارف انه بيحصل secretion ولكن برضو ممكن بيحصل ري أبزوربشن طب هنتكلم علي secretion secretion بيحصل ازاي؟ طبعا نتيجة الـ effect بتاع الالدوستيرون على النرالو كورتيكويد ريسابتر بيشتغل على الـ apical surface بس احنا هنا بنتكلم على الـ human أو urinary space بنتكلم فيه ان بيحصل sodium re-absorption عن طريق الـ epithelial sodium channel وفي نفس التوقيت بيحصل بوتاسيوم secretion الـ effect بتاع الالدوستيرون بيحصل ازاي؟ احنا زي ما كلنا عارفين بنرجع سوديوم وبيخرج بوتاسيوم وطبعا ده برضو بيمساعدة السوديوم بوتاسيوم ETBs عن الـ basolateral surface يبقى بيرجع السوديوم ويرجع عن طريق السوديوم بوتاسيوم ETBs البوتاسيوم بيخرج وبعد كده بيخرج من البوتاسيوم channel يبقى الـ net conclusion ان احنا بيبقى عندنا بوتاسيوم secretion الـ main function ألدوستيرون بيرجع سوديوم سوديوم re-absorption وبوتاسيوم secretion طيب هل بيحصل re-absorption؟ ممكن بيحصل re-absorption للـ potassium وده بنتيجة الإفاكت على الـ potassium hydrogen ATBs بيرجع للبوتاسيوم وبعد كده بيرجع تاني للبلاضة عن طريق البوتاسيوم channel فممكن يحصل secretion وre-absorption طيب حاجة من الحاجات المهمة جدا ان طبعا البوتاسيوم موجود في للـ extracellular fluid والـ intra-cellular fluid ولكن من الحاجات المهمة جدا ان فيها حاجات كتيرة بتعمل شيفتينج للبوتاسيوم وده هيفرق معانا في الأسباب ان فيه kousos بتعمل hypicalemia أو hypercalemia عن طريق عن طريق أنها بتشتغل على انه's shifting لو عملت shifting من الاكتراسيليويلر للـ intracellular يبقى هتقلل البروتاسيوم في الدم هيحصل هائبوكاليمية وفي بعض الأسباب التانية بتعمل shifting من الـ intracellular الستراسيليويلار يبقى تعمل هايبر كاليمية برضو ده احنا ممكن بنستخدمه في تريتمانت زي يعنى انا مسلا عندي هايبر كاليمية هايبر كاليمية هدي دراجز لها افاكت انها بتعمل شفتنج منhuman 연구 للانتراسيلولار ده هيؤدي الى هيبوكاليمية هيقلل البوتاسيوم. طب مين اللي بيعمل كده؟ الانسولين. البيتا 2 اجونست. الالكالوزوس والالفا اجونست. طيب الحاجات دي احنا ممكن نستخدمها في ايه؟ بنستفيد منها في التريتمنت اوف هايبر كالينيا يبقى انا لما يكون عندي هايبر كالينيا بدي الاجينت دي الانسولين بيتا 2 اجونست ويعمل الالكالوزوس عشان اقلل البوتاسيوم ودخله جوه السل. طيب مين بقى طيب اللي بيعمل شيفتنج من الانترا سيلور للإكسترا سيلور وبالتالي هيقدي الى زيادة البوتاسيوم أو هايبر كالينيا الاسيدوزوس الهايبر جليسيميا البيتا 2 انتاجونست زي البيتا بلوكورز الالفا اجونست والأكسرسايز الحاجات دي بتزود الشيفتنج to the extra سيلور سبيس وبالتالي هتعتبر انها بتعمل لي هايبر كالينيا ودي بتعتبر اسباب الهايبر كالينيا اللي بتعصل فبالتالي مهم ان انا اعرف الشيفتنج ومين اسبابه وزي ما قلنا بيفرق في الكوزوس والتريتمنت طيب دلوقتي هنتكلم نبتدي نتكلم انفوكس على دي كانت مقدمة عن البوتاسيوم هنتكدي بقى انفوكس على الهايبوكالينيا النورمال بوتاسيوم بيبقى من 3.5 5.3 أو 5.5 ميلي مول بير ليتر سو الديفينيشن اوف هايبوكالينيا وينزا بوتاسيوم is less than 3.5 ميلي مول بير ليتر طيب what are the قراد للهايبوكالينيا اللي احنا بنخاف منها اللي هي الكارديو باسكولار أفكشن ومين للأريزمية الأريزمية دي اكتر حاجة احنا بنخاف منها مع الهايبوكالينيا وعلى طول انا متعود بقول للطلبة ان افتكر على طول ان التأثير الرئيسي للفوتاسيوم على الهارت في الهايبو او الهايبر كالينيا فاكتر حاجة تخاف منها اللي هي الأريزميزم طيب برضو ايه كمان الهايبوكالينيا ممكن بتبريدس بوز للهيبرتانشن وده بطرق مختلفة عن طريق انها بتعمل سوديم ريتانشن انها بتؤدي الى انكريز السنستيفيتي للفازو برسورز المعبودة في الجسم وبتزود الانترافاسكولار فممكن تؤدي فيه لينك كبير ما بين الهيبرتانشن والهايبوكالينيا تاني بنفوكس اننا بنقول الهايبوكالينيا بتبريدس بوز للأريزميز خصوصا مثلا في بعض الحالات بتاعة اللي بتاخد ديجوكسن البيشنس اللي بيكونوا على ديجوكسن وبيجي لهم هايبوكالينيا بيبقوا at very high risk ان يحصلوهم فينتريكولار آزميا فلازم ناخد بالنا منهم كويس جدا وده بيزود الريسك للصادن كاردياك داث طيب الكيجني أفكشن او الرينا الأفكشن لهايبوكالينيا الهايبوكالينيا هتعمل ايه مع الكيجني طبعا قلنا بتبريدس بوز للهايبرتانشن بتؤدي برضو الى زيادة بتؤدي الى زيادة السيست growth السيست formation انها بتؤدي الى وحنتكلم على علاقة الهايبوكالينيا والميتابوليكالكالوزز دلوقتي وبرضو بتؤدي الى البوليوريا زي ما قلنا الهايبوكالينيا ممكن تؤدي لميتابوليكالكالوزز ازاي انها بتزود الرينا الأمونيا بروداكشن وبالتالي بتزود نيت اس اسيد طيب هل ممكن الميتابوليكالكالوزز نفسها هي اللي تؤدي الى هايبوكالينيا الميتابوليكالكالوزز ممكن بتزود الرينا البوتاسيوم وده هيؤدي الى الهايبوكالينيا يبقى الهيبوكاليميا ممكن تعمل متابوليك الكالوزوس والمتابوليك الكالوزوس نفسه ممكن تعمل هايبوكاليميا وده في الآخر اللي ممكن يؤدي لإلى respiratory muscle weakness ويؤدي إلى حدوث respiratory acidosis أو respiratory failure من السيفير هايبوكاليميا والسبير respiratory depression زي ما قلنا الهيبوكاليميا ممكن تؤدي إلى mild buluria وده بيكون form of Neyphrogenic Diabetes Enzymedous وده احنا تكلمنا عليه في محاضرة سابقة موجودة على القناة أن من أهم أسباب Neyphrogenic Diabetes Enzymedous الهايبوكاليميا طب ليه الهايبوكاليميا بتعمل كده لأنها بتقلل بتاعة الاكوابورين 2 المسؤول عن الووتر الووتر موفمنت في الكيدنون فالهايبوكاليميا ممكن تؤدي الهايبوكاليميا تؤدي إلى بوليوريا طيب نبتدي نتكلم على الأسباب إيه أهم أسباب الهايبوكاليميا؟ أسباب الهايبوكاليميا لازم أولا أستبعد السودوهايبوكاليميا هنتكلم عليها دلوقتي وممكن يكون فيه أسباب إنها تشتغل على الري ديستريبيوشن اللي احنا تكلمنا عنه من شوية وفيه non renal loss سواء عن طريق الجي اي تي أو عن طريق الاسكن أو بيكون فيه كوزوس بتؤدي إلى renal loss of potassium هنتكلم على كل واحدة من دي بالتفصيل السودوهايبوكاليميا دي معناها إيه؟ معناها إن البوتاسيوم فعليا هو كويس في الجسم ولكن إحنا لما جئنا نحلل لا طلع البوتاسيوم قليل يبقى ده سودو كاذب ليه اللي حصل؟ أهم سبب بيكون في حالات الأكيوت لوكيميا بنشوف القصة دي فيها إن لما البلوت بيبقى stowed لما يبتاخد عينة stowed لفترة طويلة large number of abnormal cells أو اللي بيكون طبعا الـ white count بيبقى عالي جدا ده بيكون سيوم البوتاسيوم اللي موجود في العينة وبالتالي لما ييجي بعد كده يتحلل هنلاقي إن البوتاسيوم قليل وبالتالي عشان نتجنب القصة دي أو عشان نكتشفها عشان ن confirm إن أنت بنعمل إيه؟ إحنا مفروض إن أول ما يتخد العينة يتعمل rapid separation للبلازمة ويتبقى stowed at 4 degrees عشان ن confirm القصة دي ومفروض الطريقة دي نستخدمها طبعا once إن أنت تأكدت بقى خلاص إن فعلا إن ده حصل صودو هايبوكالينيا نتيجة الأكيد لوكينيا يبقى لازم مع كل مرة بنعمل تحليل لهؤلاء المرضى اللي معهم مثلا الأكيد لوكينيا أو كده مفروض إن انت تسبريت as soon as possible للبلازمة وتعمل لها storage للعينة على 4 degrees وبعد كده تقدر عشان بعد كده ما يحصلش مشكلة ونلاقي إن يطلع ننخدع ويبقى البوتاسيوم قليل وتدي replacement وساعتها تبقى مشكلة كبيرة طيب تاني حاجة من الأسباب اللي هي redistribution اللي احنا تكلمنا عليها من شوية زي حاجات الانسولين حاجات البيتاتو أجونس دولة لازم تعمل لهم اكسكلوجن هنتكلم طبعا على الالدستيرون كمان شوية طبعا من أهم الحاجات برضو اللي بتعمل هي ودي بتحصل إن أتاكس إن أتاكس بيحصل إيه للمرضى بيحصل وغالبا بيحصل غالبا بعد لها أسباب غالبا فيها أسباب ممكن برضو إن احنا نقابل مع بعض حالات ايه تالت الأسباب إن يكون فيه بوتاسيوم لص ولكن من خارج الكيدني ودي من يعني إحنا على طول بس أول ما بنتبلغ أو حد يكلمنا على هايبوكاديميا لازم بنسأل عليها على طول من أهم الأسباب اللي هي الجي اي تي لص أهمهم أو عيام مركب نيزو جاستريك تيوب أو الكورونيك دايري الكورونيك دايري يبقى من أهم الأسباب لهايبوكاديميا ما تنساهمش الفوميتينج والكورونيك دايري لأنه ده بيعتبر جي اي تي لص وممكن إجسازة في السويتنج عن طريق اللي سكين طبعا ده سبب أقل منهم شوية ولكن الأهم الكورونيك دايري والفوميتينج أو البيتينج اللي هم مركبين نيزو جاستريك تيوب فدولة مهمين جدا وفري كومن في الكرانيكال براكتوس طيب نبتدي نتكلم على الرينال لص الرينال لص الأهم سبب للهايبوكاديميا بيكون الرينال لص ده أهم سبب من الجي اي تي والريدستريبوشن وقصوده هايبوكاديميا ومن أهم الأسباب طبعا للرينا البوتاسيا مرص بتكون الدراجز وده أهم سبب في العموم للهايبوكاديميا أو الهرمون أو اللي احنا نكلم عنهم يكون في مشكلة فعلية داخل الكيدي نكلم عنهم H1 أو زل الدراجز ودي تعتبر أهم سبب أو المست كومن كوز في هايبوكاديميا تكون الدراجز مين أهمهم طبعا طبعا والمست كومن كوز إيز ديراتيكس اللوب دايراتيكس أو الثايزايد دايراتيكس اللي اتنين بيعملوا هايبوكاليميا والثايزايد بتعمل هايبوكاليميا مور عن اللوب يعني الثايزايد بتعمل لوس للبوتاسيوم أكتر من اللوب دايراتيكس طيب اتنين تاني البنسيلين كونتيني الدراجز برضو بيعمل هايبوكاليميا الأنفوتيريسين بي الأمينو جلايكوزايدز السيس بلاتين كلهم بتروا مختلفة بيزاودوا البوتاسيوم لوس عن طريق الكيدني وهيؤده إلى هايبوكاليميا الهرمونال طبعا إحنا عرفنا نيكورونيك ألدوستيرون إكساس الألدوستيرون بيقلنا زي ما قلنا في البداية أنه بيعمل سوديامري أبزورشن وبوتاسيام سيكريشن وبوتاسيام لوس وبالتالي حالات الكوشنج والبرايمري هايبر ألدوستيرونيزم أو الكنز برضو هتؤدي في الآخر إلى هايبوكاليميا الممكن طبعا الأسباب جوه الكيدني الجناتك كوزوس اللي بتؤدي إلى إكساسب ألدوستيرون بروداكشن ودي كلمنا عليها في فيديو منفصل كلمنا على الثلاثة بالتفصيل الجلوكو كورتكويد ريميديا والألدوستيرونيزم والكونجينيتال أدرينا هايبر بليزيا والأبارنت من راولو كورتكويد إكساس دولة موكودين في فيديو تفصيلي على القناة نقدر نرجع لهم لأنه كلهم هيؤدوا في الآخر إلى زيادة الألدوستيرون وفي الآخر الألدوستيرون هيؤدي إلى هايبوكاليميا طبعا من أهم بقى الأسباب برضو في الكلانيكال براكتس اللي احنا بنقابلها كتير جدا الهايبو ماجنزيميا الهايبو ماجنزيميا من أهم أسباب الهايبو كاليميا طيب ليه بقى؟ طيب ده بيحصل ليه أن الهايبو ماجنزيميا بتؤدي الهايبو كاليميا أولا الماجنزيم بيينهيبت الروم كتشانل الروم كتشانل دي بتبقى مسؤولة عن بوتاسيام سيكريشن أو بوتاسيام سيكريشن فيه الكيني فالماجنيزيام بيعمل لها انهيبشن طيب لما يكون فيه هايبو ماجنيزيميا والماجنيزيام يقل يبقى ده هيؤدي إلى إيه إن الانهيبشن اللي بيحصل اللي على الروم كتشانال هيقل يبقى إن الماجنيزيام بيعمل انهيبشن للروم كتشانال وبالتالي هيقلل البوتاسيام لص طيب لما الماجنيزيام يقل يبقى الانهيبشن على الروم كتشانال هيقل يبقى الراومكتشانل هتشتغل أكتر يبقى هتعمل بوتاسيوم سيكريشن أكتر وبوتاسيوم إكسيكريشن وبوتاسيوم لص في الكيدني يبقى الهايبوماجنزيميا هتؤدي في الآخر إلى هايبوكالينيا طيب إمتا نساسبكت؟ الحقيقة نساسبكت لما أنت ما ظنب يساسبكت الهايبوماجنزيميا لما تكون سبب للهايبوكالينيا لما ندي تريتمنت للمريض ونعمل بوتاسيوم ريبليسمنت وما نلاقيش إن فيه تحسن نلاقي البوتاسيوم ما بيرفعش معنا أو ما بيزدش ساعتها تسرى سبكت إن ممكن يكون في هايبو مجنزيميا وده ممكن نلاقيه إمتى مثلاً لما يكون البيشنت بيبقى على ديراتيكس الديراتيكس من أهم أسباب الهايبو مجنزيميا وهتؤدي برضو إلى هايبو كاليميا يبقى هتسد باللتنين برضو معظم المرضى بيكونوا دلوقتي ماشيين على البي بي آي بروتن بامب انهيبترس وبرضو دي من أهم الأسباب للهايبو مجنزيميا نفس الكلام مع السياس بلاتن كل الحاجات دي بتؤدي إلى الاتنين الهايبو مجنزيميا والهايبو كاليميا وممكن تخلي إن فيه delayed response للبوتاسيوم لما تلاقي إن فيه delayed response وإن البوتاسيوم مش بيرفع معنا مع الريبليسمت ساعتها تسرى سبكت إن فيه هايبو مجنزيميا ولازم نقيس المجنزيم ولولا إنه أولايل طبعاً لازم نعمله تعويض وندي مجنزيم ريبليسمت برضو من الرينا روسن يكون فيه مشكلة في الكيدني سواء من الكونجاني تلكوز زي البورتر والجيتلمان اللي احنا اتكلمنا عليهم برضو في فيديو منفصل والليدل سيندروم برضو موجودة في فيديو منفصل تفصيلي على القناة كلهم بيؤدوا إلى هايبو كاليميا طبعاً برضو زي ما احنا ما شرحنا أن الميتابوليك الكالوزوس بتؤدي إلى هايبو كاليميا وفي حالات الرينا التيوبلر أسيدوزوس سواء البروكسيمال أو الديستل بيكون معانا أو اللي هي طايب 1 وطايب 2 رتي ايه بيحصل معهم هايبو كاليميا فده مهم من أهم الأسباب بتاعت الهايبو كاليميا طيب خلينا نتكلم على الدياجنوزوس الدياجنوستيك ألجوريزم إيه لما نقابل حالة هايبو كاليميا نمشي معاها ستيب باي ستيب إزاي عشان نوصل للتشخيص طيب إحنا عندنا حالة هايبو كاليميا أول حاجة إن إحنا لازم نكسيكلود السودو هايبو كاليميا وهل موجود لقينا أبنورمال ليوكوسايت أو أكيوت لوكيميا أو الوايت كاونت عالي لو لقيناه عالي ساعتها نصرسبكت إن في سودو هايبو كاليميا وقلنا عشان نكونفير إن إحنا نعمل رابط سيباريشن ونستور أد 4 ديجريز وساعتها هنلاقي إن البوتاسيام في العينة بقى كويس وبالتالي إحنا هنكونفيرمن ده سودو هايبو كاليم طيب مفيش والوايت كاونت مش عالي يبقى ده مش سودو هايبو كاليم نخش على تاني سبب اللي إحنا عوزين يعمل له إكسيكلوجين اللي هو مين؟ الري ديستريبيوشن طيب هنلازم هنتشك على المريض هل في إن المريض أخد إنسولين أو بياخد ثايوفيلين أو بيتا تو أجونست ريسنت ولا لأ طيب ما بياخدهم يبقى ده ري ديستريبيوشن طيب ما بياخدش لا يبقى هنخش على الأثر كوز اللي هيبقى عندنا مين؟ فاضل النون رينال لص والرينال لص طيب يبقى لازم أتشك هل في نون رينال لص ولا لأ وإن أهمهم مين؟ إن الجي اي تي لص سواء كفوميتنج أو ضيارية ده مهم ودولة فاري كامن أو إن في اكساسف اسويتنج موجودين يبقى دولة نون رينال لص طيب ما فيش معدوش لفوميتنج ولا ضيارية أو ما فيش اكساسف اسويتنج بساعتها حضرتك ان يكون عندك رينال لص وساعتها تلاقي البوتاسيوم أكتر من من 20 ميلي مول بير داي في اليورين يبقى أنا evident of رينال لص طيب لقيتن فعلا فيه الكلام ده إن فيه البوتاسيوم إكسيكريشن زايد يبقى ساعتها مين أهم الأسباب دراجز زي ما قلنا وده أهم سبب special dyretics والأمينو جلايكوزايدز أو الامفوتيرسين بي أو الهايبو ماجنيزيميا أو طيب 1 وطيب 2 رينال تيوبلر أسيدوزوس أو الميتابوليك الكالوزوس طيب ممكن نعمل إيه كمان نحن لازم نتشاكل بلوت بريشر أخباره إيه؟ والله لو لقينا إن فيه رينال لص والبلوت بريشر لو لو نورمال أو لو بلوت بريشر يبقى ساعتها يو كان suspect البرتر والجيت المال يبقى إمتى suspect بارتر والجيت المال لو حالة هايبو كاليميا معاها متابوليك الكالوزوس معاها هايبو تانشن أو لو نورمال بلوت بريشر طيب لو لقينا هايبو كاليميا وهايبر تانشن ساعتها لازم نتشاك على الألدوستيرون والكورتيزول لو لقينا الألدوستيرون عالي الألدوستيرون هاي والكورتيزول نورمال يبقى ساعتها يوشد suspect هايبر ألدوستيرونيزم سواء بريمري أو ساكندي أو جلو كورتيكويدري بجيب الألدوستيرونيزم طيب لقيت حضرتك كورتيزول عالي والألدوستيرون أليل يبقى ساعتها يو كان ساسبكت كوشنج سندرو لأن الكوشنج هيكون في الكورتيزول عير طب لقيت الكورتيزول نورمال والألدوستيرون قليل ساعتها يو كان ساسبكت الليدل سندرو يبقى نكسيكلود الأول سودوهايبركالينيا نكسيكلود الري ديستيبيوشن نكسيكلود النون رينال وبعد كده نخش بقى على الرينال الرينال لازم من حاجات الكمن زي الديوراتيكس الهايبو ماجنيزيميا الميتابوليك الكالوزوس وساعتها يو كانت تشيك برضو في الرينال لاص البلد ريشارد لو يبقى بارتر وجيت المان تفكر منهم مع الأذرز لقيته هاي ساعتها تشيك على الألدوستيرون والكورتيزول وينكمل زي ما احنا ما قلنا يبقى ده الألجوريزم يشوت جو ستيب باي ستيب حالات كتيرة بنلاقيها وما تفتكرش ان الكوزوس اللي تحت دي دي مش موجودة لا موجودة بس حضرتك مش هتشخصها إلا لو ماشيت ستيب باي ستيب لغاية لما توصل مش لازم ان احنا هايبوكاليميا ندي ريبليسمنت بس لا اهم حاجة ان اوصل للسبب ايه هو الكوز اللي عامل الهايبوكاليميا طيب نتكلم على التريتمنت احنا زي ما احنا ما قلنا التريتمنت احنا بنخاف من ايه من الهايبوكاليميا بنخاف من الأريزميا اللي موجودة على الهارت وانه يحصل نيرو ماسكولر ويكنس واري سبايرات ري فالي ده اللي احنا بنخاف منه طيب هل التريتمنت وشو تريت امرجنسي الحقيقة الامرجنسي او الارجنت ثيرابي يعني رير شوية بنحتاجه اكتر فيه الحالات مثلاً اللي معاها هيبوكاليمك بريوديك براليسز بيشنت معاها هيبوكاليميا ولازم يخش ارجنت سيرجري بيشنت اللي معاها لقينا بقى فيه اريزميا قريدي فعلية او معاها اكيوت ام معاي لا دولة لازم ادي very rapid وcorrect very rapid الهايبوكاليميا وعوض البوتاسيوم كويس جداً بايفي امرجنسي بايفي ايرجنسي ساعتها بندي البوتاسيوم كولورايد ايفي غالباً بندي اتدوز 5-10 مليمول اوفر 15-20 مليمول يبقى بندي غالباً 5-10 مليمول اوفر 15-20 مليمول وغالباً الدوز دي ممكن نعمل لها ريبيت لو لقينا ان ما فيش تحسن وبنعمل طبعاً very close monitoring ليه البوتاسيوم ومع الاي سي جي معانا عشان بنخاف حسن يحصل اوفر كورركشن وندخل فيه هايبر كليمي طيب في معظم الحالات غالباً الامرجنسي سيربي مش بنحتاجه وبندي المريض في معظم الحالات slow IV slow IV over prolonged duration غالباً ده بيبقى more safe بندي ال-IV اتدوز او اتا ريت of 10 مليمول بير اور 10 مليمول بير اور ممكن لو احنا محتاجين كان في مور سيفير دروب او مور سيفير هايبو كالينيا فممكن ندي ريت اعلى شوية ممكن ندي من 20-40 مليمول بير اور وده بس غالباً ده بندي في central line يبقى في ال-preferral line غالباً بندي 2 مليمول بير اور لو انا محتاج قدي ريبليسمنت اكتر لو المريض مع مور سيفير هايبو كالينيا ممكن ندي 20-40 مليمول بير اور ولكن ده احنا بنديه على فين؟ على central line مش peripheral طيب حاجة مهمة تانية ان احنا البرانترل او ال-IV بوتاسيوم بنديه في ديكستروز فري سيليوشنز في ديكستروز فري سيليوشنز ليه لو انا لو اديته فيه سيليوشنز زي جلوكوس 500 او ديكستروز 5% انا هيعلى معايا الجلوكوس وبالتالي هيطلع هيزيد الانسولين والانسولين ساعتها هيعمل لي شيفتنج ليه البوتاسيوم يبقى مش مفضل تماماً ان احنا ندي IV بوتاسيوم في ديكستروز كونتينينج سيليوشنز لا بنديه في ديكستروز فري سيليوشنز عشان ما قللش البوتاسيوم زيادة طيب أورال طبعاً الأورال ممكن ندي أورال بوتاسيوم لو كانت الكونديشن مائلد هايبو كاليميا فبندي أورال أو انترال بوتاسيوم خصوصاً لو كان المريضة كان باستطيع الورال ميديكيشنز ومعان نورمال جي اي تي يعني مثلاً ما معهوش فوميتينج ما معهوش سيفير ضائرية فساعتها بنفضل الأورال بوتاسيوم وبنفضل الأورال بوتاسيوم كولورايد إكسابت لو المريض كان معه متابوليك أسيدوزوس فساعتها ممكن ندي البوتاسيوم سيتريلت برضو من الحاجات المهمة جداً أثناء التريتمنت في هايبو كاليميا نحن لازم طبعاً لازم نعالج السبب الـ underlying cause should be treated ده شيء مفروغ منه يعني مريض معهوش معهوش دائرية لازم أعالجهم لازم يعني دول أتعالجهم في الأساس أعالج السبب الرئيسي بياخد ميديكيشنز بتعمل لازم أوقف طيب المريض مثلاً هو بياخد ديراتيكس وهي السبب في الهايبو كاليميا ولكن هو محتاج إنه يكمل على ديراتيكس مريض معه إديمة مثلاً ولازم أكمل معه ديراتيكس يبقى ساعتها ممكن الحل إن إحنا نقاد بوتاسيوم سبيرنج لديراتيكس زي السبيرون والاكتون يبقى ندي ديراتي ثانية ممكن ترفع معي البوتاسيوم فبالتالي أستفيد منها وبرضو ما ننساش في أثناء التريتمنت لو لقينا إن ما فيش response أو unexamined الهايبو كاليميا not responding to treatment ساعتها يشهد تشكل الماجنيزيوم ولو لقينا هايبو ماجنيزيميا لازم نعمل correction للماجنيزيا السلايد دي مهمة جداً 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 عشان الconversion وفي الpractice بتاعنا إن إحنا نبقى عارفنا عشان التابلت بيبقى موجود ساعات في بعض الحالات بالملجرام والأمبول بيبقى مكتوب عليه بالملجرام فلازم نبقى فاهمين الconversion بتاع الدوزوس بتاعت البوتاسيوم مهمة جداً إن كل one million equivalent of potassium كل واحد million equivalent من البوتاسيوم بيساوي one million million بيساوي 75 million of potassium يبقى الواحد million equivalent بيساوي 1 million million بيساوي 75 million طيب ولما نطبق الكلام ده على بعض الفومز الموجودة ليه البوتاسيوم اللي موجودة مثلاً عندنا فممكن نلاقي إن فيه تابلت مثلاً فيه راس تابلت بوتاسيوم موجودة ومكتوب عليها إن 600 ملي جرام القرص فيه 600 ملي جرام ده معناه اللي إحنا لو أسامنا 600 على الـ 75 ملي جرام يبقى ده عشان يطلعنا كان ملي equivalent يبقى القرص فيه 8 ملي equivalent طيب فيه another form بيبقى البوتاسيوم فيه ده دوى شرب syrup ده بيبقى موجود فيه مكتوب عليه إن هو مثلاً فيه فيه الكل 5 ملي فيهم 165 ملي جرام ده معلان إحنا لو أسامنا الـ 165 على 75 ده معناه إن كل 5 ملي فيهم 2.2 ملي equivalent يبقى إحنا لو إنت مش عارف تحسب بالملي جرام يبقى أنت كل 5 ملي من السيرب أو الدوى الشرب ده في 2.2 ملي equivalent وبالتالي آه ده رح سب بقى ديلي الجرعة اللي أنا عاوز أديها للمريض أنا هتديله قد إيه مع كل جرعة البوتاسيوم أمبول الأمبولز فيه مثلاً موجود يقولك فيه 10 ملي equivalent فيه 5 ملي هو الأمبول 5 ملي فيه 10 ملي equivalent يبقى ده معناه إنه 5 ملي دولت فيهم around 750 ملي جرام يبقى دي من السلايدز المهم عشان تغرف كل حاجة الـ conversion بتاعها إيه عشان لما تيجي تقرأ وتشوف أنت هتعود المريض إزاي مش كله موجود بالملي جرام أو بالملي equivalent أو بالملي مو طيب خلينا نتكلم بقى السامري للهيبوكاليميا الكوزوس بتاعته الهيبوكاليميا ممكن يكون in adequate intake ممكن increase GIT loss زي ما قلنا أهم الأسباب الممتنج والنزوكاستريك تيوب الضائرية ممكن الضائرية دي يكون سابقها مثلاً تيومر زي الـ إيبوما أو الزولينجر إلسون سندروم برضو من الحاجات المهمة الإلياستومي أو الإنتريك فيستولا أو الكولونيك فينس أدينوما كل دولة هيؤديه لزيادة الـ GIT loss وهيبوكاليميا الـ redistribution زي ما وضحنا الـ beta 2 agonist الإنسولين الثايفالين الالكالوزيس كل ده ممكن يؤدي إلى هيبوكاليميا الـ hyperaldosteronism سواء primary أو secondary hyperaldosteronism سواء كونز بقى سواء cushing syndrome secondary hyperaldosteronism زي ما قلنا كل ده الـ aldosteron هيؤدي إلى potassium loss الـ renal losses وقلنا أهمها الـ diuretics اللوب وسيزايده وسيزايد أكتر من اللوب الـ renal tubular acidosis سواء primary سواء type 1 أو type 2 برضو الـ other renal causes زي الـ barter والgettle man والـ little syndrome والـ other conditions اللي احنا قلنا عليها في دراكس تانية أقل أهمية زي الـ amphotericin دي الاستيرويدز طبعا والليكرس الليكرس لأنه ليه من رولو كورتيكويد افاكت الليكرس العرقسوس مهم جدا إن احنا نبقى عارفين الـ hybogenesimia زي ما وضحنا وـ الفاميليا الـ periodic paralysis وـ thyrotoxic اللي بيصل مع thyrotoxicosis periodic paralysis كل دي أسباب للـ hybogenesimia وضحنا زي نوصل لكل واحد فيهم من الـ diagnostic algorithm اللي احنا قلنا عليه symptoms clinical manifestations قلنا أهم شيء إن احنا ناخذ full drug history من المريض ونإكسيكلود إنه أهم حاجة إنه مش بياخد dyretics ونإكسيكلود الـ vomiting وي الدائرية الحاجة المهمة جدا بالنسبة لنا سواء neuromuscular affection weakness زي constipation والproximal muscle weakness وهي hypotonia والأخطر طبعا الـ arrhythmia على heart الـ investigations احنا وضحناها بالتفصيل في الـ algorithm ومهم جدا إن احنا نإكسيكلود هل المريض بياخد ديجوكسن ولا لا المهمة إن احنا نعرفها ECG changes اللي بتحصل مع الـ hypokalemia بتبقى small T wave U wave بتظهر prolonged BR and ST segment depression دي ECG changes of hypokalemia من treatment بقى اللي احنا هنتكلم عليه اللي هنالpatient زي ما قلنا نسأل اللي هو بياخد ديجوكسن ولا لا ولو كان treatment of hypokalemia طبعا زي ما احنا ما وضحنا لازم نعالج السبب لو كان فيه mild hypokalemia فساعتها ممكن نأدي oral potassium و oral potassium chloride ممكن نأدي من 50 to 150 millimol per day وإحنا عرفنا بقى التحويل من millimol للmilligram قد إيه وبنجيها طبعا individed doses طبعا ممكن يبقى دا ما نقدرش ندي full dose دي كلها عشان GIT upset فممكن بنتدي بيه لو معا مال ضهاي بوكالينيا ممكن نكتفي بيه 50 millimol per day أو في بعض الحالات بندي أقل من كده كمان عشان المريض ما يجيلوش ضائرية ممكن ندي potassium spilling باراتيكس برضو إن احنا بتزود معانا البوتاسيام لو انا محتاجة ادي ضائراتيك طب إيه الإكزامل زي اللي احنا قلنا عليها فيه تابلتس اسمها ساندو كي فيه ناظر تابلتس مع سلو كي ودي اللي بيبقى فيها 600 ميلي جرام زي ما وضحنا يعني ات ميلي مول ات ميلي مول يعني مثلا الفايف تابلتس منها هيبقى هيديني اه اربعين ميلي مول per day وممكن اقسم بقى الفايف تابلتس على مدار اليوم اتنين واحد اتنين اودي ستة تابلتس على حسب المريض بتاعي على حسب الهايبوكالينيا والريبليسمت اللي انا عاوز ادي لو معي أسيدوز ممكن ادي بوتاسيوم بيقرا طيب في السفير كيسز السفير هيبوكالينيا لما يكون مثلا البوتاسيوم less than 2.5 ميلي مول او المريض يكون معها اريزميا او يكون معها extreme weakness لأ ساعتها لازم ادي اي في مش هينفعل أورا ولازم هتشك الاي سي جي واعمل الاي سي جي عشان نشوف فيه هل فيه اريزميا ولا لا لازم هتشك الماجنيزيوم طبعا هنافويد زي ما احنا معينا جلوكوز كونتينينج سوليوشنز ممكن ندي زي ما وضحنا من 20-40 ميلي مول بير اور لو هدي بريفرال في البريفرال لاين يبقى مش هنزود عن 10-20 يبقى في البريفرال لاين الماكسيمان انفيوجان ريت 10-20 ميلي مول بالاور ولكن لو انا عاوز ادي اتمور هاير ريتز زي 20-40 يدي هديها بي سنترال لاين يبقى السنترال لاين بريفرال ولكن البريفرال الماكسيمان بتاع 10-20 ميلي مور بير اور ده على حسب الكونديشن بتاع المريض ودي الرسورس بتاعتنا من الكمبريهنسيف والأكسفورد تكسبوك أوفني فراش تانكيو في ان شاء الله